الوحش المخيف اللي اتعمل عنه قصص وأفلام بمعالجات كتير مختلفة وواخد مكانة كبيرة بين مشاهير الشخصيات المرعبة لا اسمه مش فرانكنشتاين فرانكنشتاين الاسم اللي كلنا عارفينه هو اسم العالم اللي صنع الوحش دكتور فرانكنشتاين عالم مهووس بسر الحياة وبيصنع كائن ضخم عجيب مخيف هرب منه أول ما كائن صحي والتجربة نجحت فبيزعى للكائن ده ويقرر ينتئم من صنعه اللي تخلى عنه دي أحداث أشهر ويمكن أول رواية خيال علمي واللي مهدت الطريق للنوع ده من الروايات والفكرة الفضيعة دي طلعت من خيال بنت جميلة عندها 18 سنة اسمها ميري شيلي مين هي؟ ووصلت للفكرة دي ازاي؟ دي بقى حدودة النهاردة في يوم ميري وجوزها بيرسي شيلي اللي كان شاعر مشهور كانوا بيقضوا أجازة عند شاعر مشهور تاني اسمه لورد بيرلت والشاعر ده كان مشهور شوية بغربة أطوره قرروا يتنفسوا ما بينهم ويشوفوا مين فيهم هيقدر يكتب أحسن قصة مرهابة بعدها بكام ليلة نامت ميري وشافت حلم غريب عالم شاب بيصنع كائن مخيف وبيهرب منه صحيت وبدأت في تحويل الكابوس المرعب ده لرواية من أشهر الروايات على الإطلاق ميري كانت مراهقة متمردة طلع من أسرة مثقفة والدها ويليام جادوين كان كاتب بريطاني مشهور ووالدتها ميري ويلسون كرافت كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة بس للأسف مامتها ماتت وميري صغيرة جدا بعدها باباها تجوز واحدة تانية ما كانتش على وفاق قوي مع ميري اللي كانت فقدت أمها في الجو ده قررت ميري في سن مراهقتها إنها تهرب مع بيرسي شيلي وتجوزوا بعد كده في البداية ما كانتش الحياة سهلة أبدا مع ميري ماديا وكمان بعد كده حصل إنها فقدت أول طفلة ليها وهي نائمة بعدها جالها حالة من الاكتئاب الشديد عانت منها الفترة طويلة قرروا في مرة إن هما يقضوا الأجازة الصيفية عند صديقهم اللورد بايرين بس للحظ معظم أجازتهم كانت جوه وحش وكانت الدنيا بتمطر وقضت ميري معظم الوقت قعدت بتقرأ في قصص رعب وهم قاعدين كده في ليلة فيرسي وميري وصديقهم اللورد قرروا إن هما يعملوا نفسها مع كل قصص الرعب اللي أروها يعني ويشوفوا من فيهم يقدر يكتب قصة مرعبة أحسن من التنين في الأول ميري كانت نضايقة جدا لأنها ما كانتش عارفة تكتب حاجة لكن بعدها بكم يوم لما شافت الحلم الغريب بتاعها هو ده كان البزرة اللي نتج عنها تحفتها الكلاسيكية فرانكنشتاين بروميسياس الحديث اتنشرت الطبعة الأولى عام 1818 بس ما كانش مكتوب اسم ميري عليها فحصل جدل إنه ممكن يكون جزها بيرسي شيلي هو اللي كتبها أو على الأقل سعيدها بشكل كبير والكلام ده كان سبب شهرته مقارنة بميري لم تنشرش ليها أي أعمال قبل كده لكن كل ده تم نفيه واتنشرت الطبعة التانية عليها اسم ميري شيلي كمؤلف للرواية فرانكنشتاين كانت أولى وأشهر روايات ميري شيلي لكن مش الوحيدة بعدها كان لها عدة أعمال مميزة ماتت ميري شيلي سنة 1851 وهي سايبة بصمة مميزة في خيال الناس ودي كانت قصة النهاردة أشوفكم على خير الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر